أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الخميس سبع واحد القمر اليوم رح يتواجد في الميزان وفي العقرب رح ينتقل العقرب هو موجود في منزلة الزباني وهي الفساد والقطع والمشاكل ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة وحدة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها إلى منزلة الإكليل وهي منزلة جيدة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا زي ما حكينا أن القمر رح يتنقل ما بين برجين بالبداية من الآن لغاية ساعة الصباح رح يكون موجود في الميزان وهي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور واضح في علاقة لسه ما استقرت بشكل كامل في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا في زاويتين فلكيات ما قبل خلو المسار الزاوية الأولى رح تكون زاوية تربية سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وعشرين دقيقة صباحا بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل ملها منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتأجج العاطفي اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار يعني الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا هذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة خمسة واربع وخمسين وثمانية وثلاثة وخمسين فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بعدها ساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحا بصير القمر انتقل واستقر في برج العقرب في هاي الفترة جميع الأبراج تأثيره بكون عليها بنكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التعمين وقراءة رواية بوليسية مثلا أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت مثلا طبعا أول زاوية رح تكون بعد خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و14 دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية الفلكية ما بعد الانتقال أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية هي رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 12 و54 دقيقة بعد الظهر من واجه مصاعب عراقية لبتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضول نهائيا بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 14 دقائق مساء يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وأورانس رح تكون في تمام ساعة ثمانية وخمستاشر دقيقة مساء تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك زي ما لحظتو يعني كل الزاوية تقريبا سلبي خلال هذا اليوم معناته القمر اليوم وضعه رح يكون صعب كثير فما نعتمد على الحضوض كثير في أي توقعات إحنا رح نحكيها نحاول نأخذ الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي عشان نحذر الجانب الإيجابي عشان تشحن حالك بطاقة إيجابية فقط لا غير ولكن الحذر وارد خلال هذا النهار طبعا بالنسبة لأخلو المسار القادم بما أن القمر رح يكون في العقرب رح يكون يوم السبت 9-1 بيبدأ في تمام الساعة 1-58 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11-14 دقيقة قبل الظهر لا ينتقل لبرج القوس بالنسبة لعمر القمر القمر اليوم يعني انحسار المربع شوي يبلش ينحسر باتجاه الهلال 24 يوم في تمام الساعة 11-25 دقيقة مساء بيصبح 25 يوم نسبة الإضاءة 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 طبعا اليوم مزاجها سعيد بنسبة 20% القمر في الميزان وفي العقرب رح يفضل في العقرب لغاية 9-1 هو منتحس بنسبة 100% أما بالنسبة لعطارد في الجدي حتى يوم 8-1 طبعا هو على وشك الانتقال منتحس بنسبة 10% بكرة رح ينتقل أما بالنسبة لزهرة في القوس حتى يوم 8-1 برضو بدها تنتقل فعشان هيك نسبة السعادة تبعتها بتكون 45% أما بالنسبة للمريخ انتقل للثور ولكن تأثيراته السلبية لسه مزالت موجودة زي ما حكينا في حلقة الانتقال طبعا هو رح يضل يوم 4-3 في برج الثور منتحس بنسبة 75% أما بالنسبة للمشتري في الدلوة حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلوة حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت طبعا حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% أما بلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 فهو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اتجنبوا الالتزام تجاه الطرف الآخر في ساعات الصباح بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية وبكون فيها بعض التجاوب معكم ولكن ممكن تلاقي أعمالك نوع من أنواع الصعوبة خلال هذا اليوم لا تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر برج الثور واصلوا عملا بدأتم فيه من قبل وما تبادروا العمل جديد وما تهملوا صحتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد الأمور ويطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية خصمك في هاي الفترة بكون قوي والعراقيل ممكن أنها تستفزك برج الجوزة بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم يعني لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ببدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي أو للعمل لوقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية برج الصرطان اتجنبوا ادخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها ممكن اليوم تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة هي الفترة فيها نوع من أنواع صعوبة فعشان هيك منقول لك تدير بالك من أي مشاكل أو مشاحنات ممكن تكون ما بينك وبين أحد الأحبة برج الأسد اللي بيتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترى فيها يعني بعض الاتصالات الخارجية أو بعض الاتصالات اللي رح تنشط فيها أو الأمور اللي إلها علاقة بالاستثمارات برج العذراء احذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشط في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات وممكن يكون سفر لدى البعض وبكون لديكم تعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات حسب حق لاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهمش أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا في أي عمل جديد بل وصلوا عملكم لإعتياد في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصاريفك وكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي انجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم ويخلدوا للراحة بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقالب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس ابتنشطوا بين الأصدقاء لا تعتمدوا كثير على وعد ممكن يقطعوا أحدهم لكم في ساعات الصباح انتبهوا أكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحب حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ولا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة والالتباس برج الجدي واصلوا عملكم لاعتي هذه وما تبادروا لعمل جديد في ساعة الصباح بتلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك إذ تجد حليفا بيدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولة برج الدلو من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يركز بشكل جيد في ساعات الصباح بتنجحه في المحافظة على سمعتكم والمحافظة والمصالحة الاجتماعية أو مصالحكم الاجتماعية تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قم بواجباتك أو قم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع ممكن يكون في بعض القلق وتوتر خلال هذا اليوم برج الحوت تجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة وخففوا من النفقات في ساعات الصباح تنشغلوا في السفر أو اتصال بعيد يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو موضوع بتعلق في سفر أو انتقال من مكان لما كان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء